أنت عرفت للإضاءة، طيب أهمية هي إيش؟ يعني هي الأساس؟ هي الشيء المهم؟ حلوة إيش الإضاءة هي أن أنا أقدر أتكلم بيها من غير ما أتكلم أقدر أوصل لك معنى من غير الممثل لو تكلمنا على مسلسل أو فيلم من غير الممثل ما يتكلم مشطارة ومهنية مدير التصوير هو توصيل المعنى الدرامي بدون الاعتماد على السيناريو أقدر إزاي أوصل للمشاهد أن الممثل ده شرير عجيب من الإضاءة من الإضاءة أكثر من ملامح وجه الممثل أو طيب عجيب أو ده حرامي ده هو ده اللي هيطلع قاتل في الآخر يعني أقدر أحرق العمل وأقدر أدي فقط رسائل على حسب طبعا النص يعني أنا هنا عايز أقول أن ده اللي سرق عشان أضحك على المشاهد قدام ويطلع لا ده واحد تاني خالص فإديني بقى هنا لتأثير الضوئي اللي يحسس المشاهد اللي مش دارس إضاءة يعني المشاهدين أهلي وأهل حضرتك وأهل الناس اللي بيتفرجوا الناس العادية الناس العادية خالص مش دارس أصل السكوت الضوئي وشعاع الدوء أما بيجي مش دارس الكلام ده طب إزاي بيتحسسوا بده؟ يعني إزاي وهم قاعدين يحسوا أن أنت فعلا اللي قتلت؟ مع أنهم مش دارسين دي حاجة بقى في الريفرنس أو الشعور اللي بيبقى عند الإنسان من الريفرنس من الخبرات السابقة لو عملتلك دلوقتي اختبار نور بسيط كده هتحسيني شرير وتحسيني بعديها طيب من غير ما نعرف هو إيه سكوت الضوء أما بيكون من اللو أنجل بيبقى عامل إزاي وبيبقى من الصيد بيبقى عامل إزاي جانبي يعني وبيبقى في الفاص بيبقى عامل إزاي كل حاجة أو كل سكوت ضوئي لمدلول دراما لمدلول في ذات الصورة اللي موجودة طبعا طبعا حتى لو صورة فتغرافية سابقة حتى الصورة العادية يعني التصوير ما بنتكلمش فيه على أن هو يعني هو قسمين هو تصوير ثابت وتصوير متحرك اللي بنقول على الفيديو يعني اها اللي احنا بنقوله ده موش أي علاقة بنوع التصوير هو ليه علاقة بالتصوير المهنة يعني نقدر نحقق ده في الصورة الثابتة وهو هو نحققه في الصورة متحركة نضع ثابت ثابت المتغيرات هنا بس هو إيه المزانسية إيه الحركة اللي هتحصل وهيمشي من هنا لهنا أنا عايز أحافظ على طول المسافة دي أن زاوية سكوته النور تكون هي هي هنا ييجي الصعوبة هنا نبدأ أن نقول ده سهل ولا صعب إنما صورة سابقة طب سنة حضرك قاعدة هو هتبقى اللمبة دي احطاها هنا وهت اللمبة دي احطاها هنا وهت الكاميرا بس خلاص ثبتنا الموضوع ثبتنا اللحظة دي اتفقنا إنما طيب هتقوم وتروح تقف هنا وبقين تلف من ورايا وتيجي جنبي تقول لي كلمة في ودني وبقين تروح مكمل ده المزانسية اللي بيرسمه المفروض المخرج تمام ييجي وتروح جاي وقعت إذا حفظ عليك طول الرحلة دي رش المكان كشفات لا طبعا الأسهل بقى أن الممثل يبقى ممثل كشف في يده ويفضل بسيطة يعني بسيطة صحيح أنور الحتة كلها خلاص بس ليه درسنا أربع سنين بقى أكيد فيه مقصد إنه أنا أحمشي مع الممثل في حركته الممثل اللي هيروح من المكان الفلاني عشان يتكلم وإذا كان همس إذا كان شدة صياح كله يتحكم في الإضاءة الصعب كمان أن أنت إمتى تضلمه مش تنوره وف والناس شايفاه هو مظلم والناس شايفاه مظلم إمتى تضلم الممثل إمتى تضلم جزء من وش الممثل أنا إزاي أقول أن الرجل ده ما عندوش بصيرة أسود من جوه عنده بصر آو إنه ما عندوش بصير إزاي أقول أن عقل الراجل ده كتلة سوء ما بيفهمش ده غبي جدا أي ده معقولة هذا من خلال لقاءة أه قدامه فرصة في الدراما قدامه فرصة عظيمة جدا إنه هو ياخد حقه مثلا أو ينتصر في عمل ما أو حاجة وهو ما بيفكرش أو كسول يعني غير دقوب إزاي أنور إيه في وشه وضلم إيه وإزاي الضل والنور ده ما يبقاش الفرق بينهم كبير عشان المشاهد برضو خلي بالك عنده سنسور المشاهد بيبقى عنده عنده إحساس وسنسور كده بإن إيه ده لا دي وحشة قوي مع إنك لو عمتها هي هي بس بنسب تانية تعدي عليه الفكرة هنا أن أنا أوصل لك الإحساس من غير ما أوصل لك أنا عامل إيه يعني أنا منور الزي نكون طبيعي نور عادي جداً بس أنت أوصل لك إحساس إن محمد ده ده رقم لده مثلا فاهم إن علي اللي جنبه وحسين ومشاهد لا دول طيبين وهو هي اللعبة هنا فما يبقاش الموضوع مبتزل قوي يعني ما يبقاش باين في كونتراست كبير مثلا ما بين الإضاءات أو ما بين الألوان وفي نفس الوقت يوصلك كمشاهد الإحساس ده ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر